شوف بأرض فلسطين مكتوب شعبي عمل شرين تركوني أنا ينبوع المياه الحية لينقر لأنفسهم آباراً آباراً مشققة لا تضبط ماء مرات كتير يعني بعد سنة كاملة يحفر في الصخر وصرعان ما يكتشف أنه فيه شقوق يعني كل اللي تبنى وكل اللي تعمل شقوق لا تضبط مياه من ينبوع المياه الحية البئر الذي يحفره العاقل في سنة يمكن أن يهدمه أو يردمه الجاهل في يوم واحد لاحظوا أحبائي كل العمرات والأبنية لما ابتدين عن سبتمبر 11 كم من سنين ولكن في عملية واحدة هدم كل شيء فإذن لا تركز على شكل البناء ولكن الأهم أن تهتم بالأساس أحفر عميق أساس عميق حتى يكون مؤسس على الصخر لاحظ في بشارة لوقة يبتدئ المسيح بقوله ولماذا تدعوني يا رب يا رب يعني بيشبه متى ولكن هون يعني بيسأل بحيري لماذا تدعوني يا رب يا رب وأنتم لا تفعلون ما أقولهم طيب شو الفائدة عم بتقول يا رب يا رب ما فيش أي ثمر ما فيش أي نتيجة ابني حياتك على تعليم المسيح فكل من يسمع أقوالي ابني حياتك على تعليم المسيح البناء على الصخر أعزائي أحبائي المشاهدين ابني حياتك على الصخر اسمع ما يقول الكتاب فإنه لا يستطيع أحد أن يضع أساسا آخر غير الذي وضعه الذي هو يسوع المسيح ولكن إن كان أحد يبني على هذا الأساس ذهبا فضة حجارة كريمة خشبا أو خشبا عشبا قشا فعمل كل واحد سيصير ظاهرا ليه لأن اليوم سيبينه في المثل اللي حكى يسوع يحكي عن العواصف بيّن يعني البناء الحقيقي وهنا يقول لأن اليوم سيبينه لأنه بنار يستعلن وستمتحن النار عمل كل واحد ما هو إن بقي عمل أحد قد بنا عليه فسيأخذ أجرا ولكن من أحياني إن احترق عمل أحد فسيخسر وأما هو فسيخلص ولكن كمام بنار فإذن على ماذا تبني حياتك ابني على أساس مش خشب قش عشب بتيجي النار بتيجي الرياح كل شيء بينتهي الفرق هو الأساس مكتوب حفرة وعمق في لوقا ستة آية تمانية وأربعين موسيقى موسيقى موسيقى